أستاذ محمود من الشرقية يتفضل عليكم سلامة ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود نعمة وفضل الحمد لله يا رب يا رب يا رب العالمين فط ربنا ما يجيبش تعب ان شاء الله وسنة جديدة وزي الفل ان شاء الله يا رب يا رب أنا عملت عملية عند دكتور واخد ده حملتك فأعملية في الأنف يعني فشلي غضريف من الأنف بدون علمي ما قاليش ان هو يشيله ما قاليش ان هو يعمل حاجة زي كده والعملية أفصرت على العنية وعلى مادته وعلى حاجات تانية فمش عارف ايه الحل كده دكتور لو سمحت تتفيدني اقول لحظاتك انت دلوقتي نفسك مش راضي تسامحه وانت عندك حق ان لو كان الاجراءات دي تمت من غير موافقتك وفي العادة لازم تتاخد موافقتك على الحياة دي فانت صاحب حق وفي بورتوكول الطب فيه اجراءات لازم تحصل في بعض العمليات فان كان اللي هو عمله ده يقع تحت ما يسمى بالخطأ الجسيم فانت لك حق يعني خلينا نقول انت مش هيبقى لك حق بمجرد توقعك انت عيكون لك حق بالوصف الطبي اللي بيقول ان ده خطأ جسيم انه كان يجب انه ياخد موافقة وما خدش موافقة وانه هو تدخل بغير ما يكون ده جزء من العملية ليه بقول كده لان بعض الناس بيحصل منهم حاجات كتيرة هناك ما يسمى بالخطأ غير الجسيم هو بيعمل عملية فحصل شيء ودوت بيبقى أخطاء متوقعة لان احنا لو وصلنا الى تضمين الى ان احنا نضمن أطباء كل أخطأهم مش هيبقى فيه طب ولذلك انت محتاج كونسولتو يقرر ان اللي حصل ده من اي انواع الأخطاء يعني انت محتاج كونسولتو يقول الخطأ اللي انت وقع اللي قام بيه الطبيب دوت من اي انواع الأخطاء لان الدكتور مطالب ان يبزل ما يسمى عناية الرجل الحريص لان دي حياة دي بيتعامل مع النفس فاحنا لازم عشان ما تروحش وتجعل المسألة في اطار الظلم لازم يبقى فيه قدر من تقييم اللي حصل وتقييم اللي حصل مش انا اللي عامله ولا طبيب قريب مني ولكن دي ليها طريقة في انقابط الأطباء وليها طريقة في الفصل فيها انا نصحت لحضرتك ان اول خطوة لازم نعملها تقييم ما حدث في هذه العملية ولابد ان التقييم ده يحصل من نجلة فاذا حصل ده والتقييم ده ادى ان انت صاحب حق لك ان تطالب بهذا الحق وليس فيه شيء لو ان التقييم ده لا هذا الدكتور بازل عناية الرجل الحريص واللي حصل ده خارج عن ارادته يبقى خلاص ليس لك حق في هذا الامر وهذا قدر الله سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون في هذا التقييم نعم موسيقى